تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقارح حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلينصها صاحب السمو الملكي العام العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن أرفع إلى سموكم الكريم اسماءات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات سائلا الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إنه سميع مجيب ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإننا لنود في هذه المناسبة العزيزة أن نعبر لسموكم عن اعتزازنا بمشاعر سموكم النبيلة نحونا معبرين عن خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الكريمة دعين المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بوافر الصحة والسعادة وأن يحفظكم ويرعاكم إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء